كبير للعسكرية الاسلامية أنا مشاركة عن نصيحة بس أنا مش بيدي مش ببيت أنت مش تفضل أنت الكلب يا أخوات حاشرح لشيء خلصة وهالمرة حأكد خلصة وفشلة أنا لهلأ مع مفهم شلوم فيه سياحة سياسية معلوم فيه سياحة سياسية بتاخد العقل وأعلى منصب لسائح سياسي هو منصب الأمين العام للأمم المتحدة المسكين يا قلبي عليه يترتب عليه العيش في فنادخ خمسة نجوم وزيارة شخصيات بارزة ومعالم تاريخية والتقاط صور شي سلفي وشي موسلفي العمش وكيف قفرته؟ يا سيدي قفرت صفحة اسمه بيجين أوف بيس بتقرأ على هاي الصفحة ما يشي بأنه هذا الزلمي هو بانكيمون مثل ستاتوس أشعر بالقلق أو حمامة السلام تشيك إن بلازا هوتيل فور كونفيرنس طيب أوكي هاي فهمناها بس أنا أنا مثلا شو دخلني؟ كيف ممكن أعمل السياحة السياسية؟ آها يا سيدي الناسي اللي مثلك تقسم السياحة السياسية تبعيتهم لعدة أنواع النوع الأول سياحة مؤتمرات ورشات عمل شي صحافة شي أفلام وسائقية شي بيس بلدينج طاولات مستديرة إن جي أوز وهيك شو هاد؟ وفي عندك النوع الثاني هو لما بتاخد مكان لاجئ حقيقي وبتجي بتلجأ وبعدين بتنطب سيارتك يلي اشتريتها أول ما وصلت بالأسود وبتروح تلف على الجهات المانحة للمساعدات وتشحد وإنت مخبي رواتب من شهايات إغاسية أو مو إغاسية وشو كمان؟ في عندك النوع الثالث النوع العظيم السياحة الدينية أو سياحة الميليشيات هاي السياحة تشترك فيها الفصائل المسلحة الغير سورية شي جاي يدافع عن مقام سته والتاني جاي يدافع عن مقام جده وبالمعية بنزلو لك صور فيديوهات على الفيسبوك واليوتيوب وكأنه شيئا ما كان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وهيك بتنتهى هاي السياحة اللبنانية الإيرانية الأفغانية الشيشانية التونسية إلا طبعا إذا كان السائح السياسي من القادة أمسال قائد فيلق القدس الإيراني يعني هديك بتكون سياحة صرفة لا معلش إذا وصلنا للقدس بقى بصن وسط الفكرة حسب طريق القدس من وين بده يمر؟ طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمس وبحلب وبدوعة وين بدي يقولها هاي تابعونا على الفيسبوك وعملونا لايك وشير هلأ هلأ بدي يقولها سجلت خلصت طيب تابعونا